أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل في سفر المزامير الإصحاح 107 العدد 20 بيقول إيه؟ أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكتهم كل الخليقة كانت بتئن وعلى رأسها الإنسان بسبب الخطيئة الخطيئة دمرت كل شيء الخطيئة دمرت أفكار الإنسان دمرت فكرته عن الله دمرت فكرته عن نفسه دمرت فكرته عن باقي المخلوقات فيروس الخطيئة ضرب كل شيء إيه هو الحل؟ الحل لما فيروس بيدرب جهازك الإلكتروني بتعمله فرمطة يعني تمسح كل حاجة في الكمبيوتر وتحط كل حاجة على نظيف ده من ناحية الكمبيوتر طيب الخطيئة دمرت فكر الإنسان إزاي؟ شوهت فكر الإنسان عن الله قالت الإنسان بقى يفكر بالمنظر ده قال إن الله قدوس وده حقيقي لكن مش بيحب البشر إن الله ما بيحبش البشر الوحشين الخطاة لكن بيحب النضاف الكيوت يعني بس شوه فكر الإنسان كمان وقسم البشر لناس حلوة وناس وحشة والله بيحب الحلوين وبيكره الوحشين طيب سؤال هو في حد حلو وحد وحش من البشر طبعا ده سؤال لكن الحقيقة المرة إن الخطيئة شوهتنا كلنا فبقينا كلنا وحشين بمعنى لا تعيني ولا عيرك ده الهم طيلني وطيلك النهاردة عايزة أقولك إزاي تفرمت فكرك وتجدد ذهنك إن الله أرسل كلماته فشفاهم المسيح هو الكلمة اللي بيشفي كل المتسلط عليهم إبليس واللي ضمر فكرهم بمعنى أنت لو تضمر فكرك عن الله إنه مش بيحبك المسيح أعلن إن الله بيحبك رغم خطيئك أيوة رغم خطيئك الله بيحبك لشخصك ولكنه بيكره خطيئتك فعمل إيه؟ أرسل كلماته لك علشان يشفيك ويفرمتك بلغة الكمبيوتر يزبط لك بفهومك عن الله إن الله إله محبة جداً ومحبته غير محدودة لإنه الله محبة الكتاب قال على الإبنة الذي هو في حدن الآب قد خبر يعني المسيح الكلمة الذي هو في حدن الآب وأرسل للعالم كي يعلن للعالم محبة الآب لك عملياً إن المسيح يفديك ينقلك من الهلاك ويعطيك حياة أبدية وده معنى أرسل كلماته فشفاهم أجاب لك مثال إن المسيح كان بيصحح المفاهيم وده حتلاقيه في الموعزة على الجبل عن صحك تقرى الإنجيل بحسب القديس متى الإصحح الخامس والسادس والسابع وإنت تعرف إزاي المسيح كان بيشفي أفكار الناس مثال بسيط جداً المسيح قال سمعتم إنه قيلة تحب قريبك وتبغض عدوك ده كلام البشر وأفكار البشر بش كلام الله المسيح عمل فرمطة للفكرة دي وقال أما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لعينيكم احسنوا إلى مبغديكم صلوا لأجل الذين يسيقون إليكم وتردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذين في السماوات في إنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين عايز تتشفي من أفكارك السلبية المدمرة ليك والآخرين اقبل المسيح المسيح جه يشفيك المسيح هو الحل